بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميا عضية واحد وسنمر إذن إلى جزء العاشر من المحور الثالث حيث سنقوم بدراسة الإزوميريزم أو ما يطلق عليه كذلك التماكب أو التشكل التشكل هو احتواء المركبات العضوية على نفس الصيغة الجزائية نفس الصيغة الجزائية ولكن تختلف يعني في الصيغة البنائية إذن اختلاف الصيغة البنائية لهذه المركبات تؤدي بتبتحال إلى اختلافها في الخواص الفيزيائية والكيميائية هناك نوعان من التشكل هناك التشكل الفراغي والذي سنقوم بدراسته إن شاء الله في المحور الرابع والنوع الثاني وهو التشكل البنائي أو الترتيبي والذي سنقوم بدراسته يعني في هذا الفيديو وينقسم التشكل البنائي إلى وظيف هيكل وموضعي ويتم ترتيبهم بالأولوية الأولوية هنا هي للتشكل الوظيفي ماذا نعني بالتشكل الوظيفي؟ أي أن المركبات لها نفس الصيغة الجزائية وتختلف يعني في الوظيفة المجموعة الوظيفية نأخذ مثال هنا الصيغة الجزائية للمركب المتمثل هنا C3H8 درجة عدم التشبع قبل كل شيء لهذا المركب هو يتمثل إذن في عدد الكربونات ضارب 2 إذن عدد الكربونات إذن سنحسب عدد الدرجة عدم التشبع إذن عدد الكربونات ضارب 2 إذن يحذف منها عدد الهيدروجين إذن ثمانية ثم يضاف إليها 2 إذن إلا عدد الهيدروجين مع 2 وهي العملية التي تم شرحها في الفيديو السابق إذن 6 إذن عدد الكربونات هو 3 ضارب 2 يعني 6 يحذف منها إذن عدد الهيدروجين 8 إذن 6 يحذف منها 8 مع 2 يقسم على 2 يعطينا إذن 6 ناقص 2 ثمانية يعطينا ناقص 2 ناقص 2 مع 2 يعطينا 0 إذن درجة عدم التشبع لهذا المراكب 0 يعني أن كل الروابط هي روابط أحادية وتوجد على شكل سلسلة مفتوحة فبالتالي إذن نأتي هنا ونقوم برسم هذا المراكب إذن رسمت هذا المراكب على هذا الشكل إذن 3 كربونات كما تلاحظون إذن كاربون 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 إذن هنا سنتكلم قلنا على التشكل الوظيفي يعني من خلال السيغة الجزائية سنقوم إذن بتشكيل المراكب خلال تشكيل المراكب هنا يجب أن تحتوي هذه الأشكال على مجموعات وظيفية مختلفة إذن المجموعة الوظيفية المتمثلة هنا في عنصر الأكسي الأكسيجين مجموعة وظيفية تحمل عنصر الأكسيجين هناك احتمالين إما كحول كما درسنا ذلك خلال دراستنا المجموعة الوظيفية أو إيثر الإيثر هو يعني أكسيجين بين كاربون وكاربون وبالتالي إذن الإحتمالين هنا في المجموعة الوظيفية إما كحول أو إيثر ونقوم إذن برسم المراكب العضوي إما بهذا الشكل مثلا أخذنا هذا الشكل يعني سلسلة من ثلاثة كاربونات كما تلاحظون ثم وإتش والشكل الثاني هنا كاربون وأكسيجين بين الكاربون إذن بهذا الشكل مثلا فبالتالي إذن هذا تشكل وظيفي وهذا تشكل وظيفي ثاني كما تلاحظون يعني ونرسم يعني باقي العناصر هنا CH CH 3 وهنا CH 3 CH 2 هذا فيما يخصه إذن التشكل الوظيفي كما تلاحظون بالنسبة للتشكل الثاني وهو التشكل هايك التشكل هايك اللي نعني به أن المراكب له نفس السيغة الجزائية ونفس المجموعة الوظيفية ولكن نختلف هنا في طول السلسلة الكاربونية نأخذ مثال هنا السيغة الجزائية المتمثلة في C4 H8 أكسيجين إذن درجة عدم التشبع لهذا المراكب إذن يجب قبل تشكيل المراكب دائما البحث عن درجة عدم التشبع للتأكد كما سبق وقلنا في احتواء هذا المراكب على روابط مضاعفة أو حلقات أو حلقات إذن درجة عدم التشبع إذن عدد الكاربونات ضرب 2 هو 8 يحذف منه إذن عدد العناصر أحدية تكافؤ يعني الهيدروجين هنا 8 إذن 8 يحذف من 8 إلى 0 ثم يضاف إليها إذن عدد 2 يقسم على 2 إذن تعطينا 1 إذن هذا السيغة الجزائية لتشكيل هذا المراكب يجب أن يحتوي على رابطة باي أو حلقة سنختار هنا رابطة باي مثلا معا إذن سنقوم إذن بوضع شكلين مثلا سنختار شكلين من المراكب العضوي معا هذين الشكلين لهم نفس المجموعة الوظيفية ولكن يختلفان في طول السلسلة يجب الحفاظ على المجموعة الوظيفية اخترنا هنا بالنسبة للمجموعة الوظيفية داخل هذا المراكب سنقوم باختيار مثلا الألداهايد باعتبار أن الألداهايد هي COH إذن رابط ثنائية مع الأكسجين إذن درجة عامة تشبع إذن واحد إذن رابطة باي إذن وسنقوم إذن بوضع شكلين يختلفان في طول السلسلة الكاربونية اخترنا هنا طول السلسلة بطبع الحال اخترنا طول السلسلة الأطول يعني أربعة في هذا الاختيار إذن تلاحظون سلسلة من أربعة كاربونات ومجمع وظيفية من الألداهايد وبالنسبة للاختيار الثاني سنقوم باختيار سلسلة أقصر من أربعة بطبع الحال وهي ثلاثة كاربونات كما تلاحظون إذن هذين الشكلين هذا الشكل وهذا الشكل الثاني هذين الشكلين يتم تسميتهما بتشكل هيكلي نظرا لاختلافهما في الهيكل وحفاظهما على نفس المجموعة الوظيفية بطبيعة الحال نمر الآن إلى التشكل الأخير وهو التشكل الموضعي بالنسبة للتشكل الموضعي هذه المركبات يجب أن تكون لها نفس السيغة العامة نفس السيغة الجزائية ونفس المجموعة الوظيفية وكذلك نفس طول السلسلة كاربونية ولكن تختلف في موضع التفرعات أو المجموعات الوظيفية سنأخذ الاختيار بسيط هنا سي ثلاثة أج ثمانية أو درجة المتشبع كما سبق وحسبنا يساوي سفر إذن يتمثل هنا في سلسلة مفتوحة إذن هنا يجب كما قلنا الحفاظ على نفس المجموعة الوظيفية إذن هنا سأقوم باختيار مجموعة الوظيفية إذن يجب أن تكون نفس المجموعة الوظيفية كما تراحضون نفس طول السلسلة إذن الطول السلسلة هنا ثلاثة كاربونات إذن ليس هناك اختلاف في طول السلسلة ولكن الاختلاف بالنسبة للتشكل الموضعي أنه يجب أن يكون هناك اختلاف في موضع قلنا التفرعات أو المجموعة الوظيفية هنا اخترنا إذن التفرع بالنسبة للمجموعة الوظيفية كما تراحضون المجموعة الوظيفية بالنسبة لإحتمال الأول توجد على كاربو الرقم الثنين إذن لو قمنا بترقيم السلسلة كما تراحضون إذن مجموعة الوظيفية وإيش توجد على كاربو الرقم الثنين بالنسبة للتشكل الثاني إذن وضعنا المجموعة الوظيفية على كاربو الرقم واحد فبالتالي إذن تلاحضون الاختلاف هنا في موضع المجموعة الوظيفية ويسمى هذا بتشكل الموضعي